يبدأ في المنى بوسطول سفن بتتحرق في وسط البحر وفي واحدة من السفن بيكون ملك الكرسينة واقف مصاب قدام رجالته اللي خانوه وقال لهم انت خنتوني وانا مسامح بس مش يخليكم تاخدوا المدينة اللي تحت البحر فحاولوا ان هم يهددوا علشان يقول لهم مكان المدينة وهو كان مصمم ورافض وبيكون في طفل مستخبي منهم في صندوق وقاعد بيتفرج على كل اللي بيحصل ده لحد ما فاجأ بيظهر ضباب في كل مكان فالكل خاف وقالوا ده شبح ضباب قوة المدينة اللي تحت المية وبيكون ملك الكرسينة عمل الضباب بقوته اللي اخدها من المدينة لما دخلها علشان يمنعهم يعرفوا مكان المدينة فين وفجأة واحد ملسم هاجم على ملك الكرسينة بس الملك فضل يقول لهم مش يخليكم توصلوا للمدينة لحد ما الملسم ضرب عليه النار وويع بعدها في البحر واخد معايا السندوق اللي مستخبي جواه ابنه وقاتها وحش ضخم ظهر قدامهم وبعدها نزلتان للبحر علشان يروح للطفل وملك الكرسينة وبعد سنين بيكبر الطفل تشينج وبيبقى صياد من ضمن طاقم للسفينة بيدوروا على الكنوز اللي في البحر وفي يوم بيطلعوا معاهم علشان انزلوا عند مكان معين اسمه عين البحر وبيكون المكان عبارة عن دوامة وسط البحر حواليها سفن غرقانة كتير ولما بينزلوا كل واحد بيروح يدور على كنزة علشان يطلعوا للسفينة ووقتها تشينج بيشوف حاجة بتلمع بعيد فبيحاول يقرب منها بس فجأة طيار جامد بيخليه يعوم بعيد غصب عنه بس في الاخر بيقدر انه يروح للمكان وبلاقي قطعة الذهب تحت الرمل ولما بيطلعها بيستغرب جدا من نور غريب بيطلع منها وبيدخل لجسمه ولما حرق ايده في البحر لقى نفسه بيعمل طيار قوي جدا كأن قطعة الذهب ادات له كوى خارقة وبعدها بيلاقي المخلوق ظهر قدامه بس فضل يبصله من غير ما يعمله حاجة ووقتها كان قائد السفينة لونج بدأ يقلع على تشينج لانه طول جدا تحت الميا وفجأة سفينة القرسينة هجمت عليهم وبدأت تضرب عليهم النار فاخد لونج حبله ونزل الميا علشان يلاقي تشينج وقال للباقي مش لازم كلنا الموت وحاولوا انكم تهربوا ولما نزل الميا لقى تشينج قرب انه يغرق فخلاه يتنافس من قماشة معينة كأنه بيعملوها زمان علشان يعرفوا يتنفسوا تحت الميا بس وقتها لقى الوحش هجم عليهم وقام ساحب لونج بعيد جدا ولما طلع تشينج من البحر لقى لونج طلعوا كمان بس كان بينهم مسافة كبيرة جدا فحاولوا انهم يوصلوا بس الوحش كان اسرع وقال لونج ووقتها الكل بيترعبوا بيقولهم واحد يرموا كل الحاجات التقيلة ويقطعوا كل الحبال قبل ما هم كمان يتاكلوا وللأسف خفهم خلاهم يهربوا ويسيبوا تشينج في الميا ومردوش حتى يستنوا لحد ما يوصلوا يركب وقتها كانت سفينة القرسنة وصلت ولما شافت تشينج في الميا اخدوه كسجين ولما بيصحى بيلاقي نفسه قدام واحدة جميلة جدا وبتكون هي الرئيسة وواحد من القرسنة بيقول لها ده كرصان زينا بص الوحش ما علي ايده ولما شافت قطعة الدهب معاه سألته هو جابها منين فقال لها لقيتها في البحر وقال لها انه هو صياد من عينة هايلونج ودي اي لا بتعيش على السفينة وعلى طول بيحاول ان هم يلاقوا الكنوز اللي في البحر وطبعا القرسنة بيبقوا اعداء ليهم وعلشان كده زمان لما لقوا تشينج وهو صغير وشافوا واشم القرسنة على ايده كان فيه جزء من الصيادين مش متقبل وجود معاهم بعدها القرسنة بياخدوها علشان يحبسوه اعلام الرئيسة تقول لهم هيعملوا به ايه وعدها كانت فيه بنت تانية حبسنها اسمها السو ولما فتحوا الباب لقوها عملالهم فخ بس اللي وقع فيه كانت شينج واغمع عليه وفي الاخر بيربطوهم هما الاتنين في عمود وبيصحب بعدها تشينج على سو وهي بتقول له هم يخرب بيتك هنموت بص فيه سن ارش في جيبي حاول انك تجيبه علشان نقطع الحبلة انت السبب لو ما كنتش ظهرت كان زمان القرسنة وقعوا في الفخ اللي عملته وهربت انا مش مصدقة مش مصدقة انها موت وده لسه ملقيتش المدينة اللي تحت البحر وهو اول ما بيسمع سرية المدينة بيفضل يركز معها وبيفتكر لونج اللي لسه ميت من شوية وبيبقى ابوه اللي رباه وهو بيحكيله عنها وبيقول له ان الاستورة بتقول ان تحت عين البحر هيظهر روكن من ارقان المدينة وزعيته هنلاقي الكنز الكبير وبيكون تشينج مش مهتم بس لما ضرب لونج على دماغه وقال له ازاي ما عندكش تموح انا متأكد ان الكنز موجود وبعدها قال لتشينج احنا لما لقيناك كان عندك واش من القراصنة بس انا مش فارق معايا من ابوك اللي خلفك لان بالنسبالي انت ابن لربيته ففرحت شينج وقال له لو لقيت المدينة اللي تحت البحر عيلة هايلونج هتعترف ان واحد منهم فضربوا على راسه تاني وقال له طبعا انت هتبقى فخر العيلة فقال له تمام بس كفاية ضرب على راسي بقى كده هيجيلة اخلف عقلي ومش هقدر اوصل للكنز بيطلع من سرحانه علشان يساعد سو انها تفك الحبلة وبعد ما بيتعرفوا على بعض بيسألها لو تعرف مكان المدينة فين فقالت له لا ما عرفش بس اللي عرفه ان هي في المنطقة اللي احنا فيها دي فقال لها ان هو محتاج يجيب حاجة قبل ما يهربه لانه متأكد ان لها علاقة بالمدينة وكان قصده على قطعة الدهب وقتا بيتفرقه علشان هي تروح للقارب وهو يروح يرجع قطعة الدهب ولما بيدخل لقودة الرئيسة بيلاقي قودة سرية وهناك بيلاقي فيها قطعة الدهب بس كمان بيلاقي خريطة مكتوب عليها جزيرة الاكسير ومحتوط عليها علامة وده كانت سوت افشت من القرسينة وكانوا خلاص هيخلاصوا عليها بس تشينج بيلحقها وبيخدها وبينط في المياه وبيهربوا بالقارب بعد ما كانت الرئيسة ضربت سهم على تشينج وتاني يوم بيصحى تشينج وبيلاقي سو علجة الجرح ولما وراها قطعة الدهب قالت له ان النمط اللي عليها شافته قبل كده على جزيرتهم ولما سألها ودي جزيرة ايه قالت له انها جزيرة الاكسير وان الاستورة بتقول ان الجزيرة فيها بوابة للمدينة تحت البحر وفيه سخور هناك على الجزيرة منحوط عليها رموز وبعدها بتديله سمك علشان ياكل وقالت له انت محتاج تاكل علشان تعدي من ضباب الاشباح اللي عمله ملك القرسينة وبعدها تقدر تدخل جزيرة الاكسير ولما بيوصلوا بيبقى الضباب عامل زي السد الابيض وقالت له سوه ان محدش يقدر يعد منه ويعيش من كتر البرد اللي هيحس بيه فقال لها طيب ازاي انت عديتي فبتقوله ان هي سرقت اخر ازاستين من زيبك البحر اللي كانوا على الجزيرة وهي وقتها شربت واحدة وخلت جسمها كأنه بيتحرق من جوه وضح حافظ على حرارة جسمها وما ماتتش ودلوقتي ما تبقاش معاها غير ازازة واحدة بس ولما بيعادوا من الضباب بيبتدوا يتجمدوا من كتر البرد وقتها سوه بتشرب نص الازازة وبتدي النص التاني لتشينج ولما بيوصلوا الجزيرة بيكون تشينج مغمى عليه تماما وجد سوه متعصب منها لان هي هربت ولما رجعت جابت لهم راجل غريب معاها كمان فاردوا ان هو تشينج وان هو اللي انقذها ولولا ما كانتش هتبقى هنا وفهمتوا ان هي بس عايزة تلاقي المدينة تحت البحر علشان تكسر الضباب اللي خلاص حاوت الجزيرة ومخليهم مش عارفين لا يخرجوا ولا يدخلوا فزعق لها وقال لها انت نسيت ان ابوك وامك ماتوا هلا مقدرش خسارك انت كمان وتاني يوم الصبح بيسحى تشينج وبتعرفوا سوه على الطبيب اللي عالجه وبتقوله ان هو عالم وعبقاري والوحيد اللي يعرف كل حاجة عن الجزيرة ولما عارف الطبيب ان هو بيدور على المدينة اللي تحت الميا اداله مذكرات ملك القرسنة وقال له دي يمكن تساعدك بس المذكرات كانت مكتوبة بالرموز وفدلت شينج والسوه والطبيب ايام يلف حوالين الجزيرة علشان يعرفوا يلاقوا المدخل فين وفي نفس الوقت كانت سفينة القرسنة اللي خطفتهم بتحاول انها تعدى الضباب علشان توصل للجزيرة حد ما في يوم بيعرف تشينج يفك الرمز وعرف مكان البوابة فين بالزبط وبعدها نزلوا التلاتة من مكان معين في البحر واللي يبقى هو المدخل وبعد حبة حلوين بيطلعوا من الميا وبيكونوا وصلوا لمكان زي الكهف فبيكملوا طريقهم ووقتها بتيجي ذكريات لتشينج لما كان مع ابوه وهو صغير وبيحس ان هو عارف الطريق لانه جهل المكان ده قبل كده وفجأة الكهف بيتميلي بالمية ولما كانوا خلاص هيغرقوا بيقدر تشينج بحركة من ايده ان يجمد المية ويخليها تلج ووقتها بتستغرب سوه وبتقول له هو انت مين وازاي قدرت انك تعمل كده ووقتها بيفتكر تشينج كلام ابوه اللي قال له افتكر تشينج انت بس اللي تقدر تفتح عين البحر ولما بيحاول ان هو يشرح لسوه بتتدايق منه علشان عرفت ان هو كرصان وبتمشي وفجأة المكان بيتهزي بيهم فبيحاول تشينج انه يروح ورا سوه بس الطبيب بيوقفه وبيقول له انا اسمي سادة وكنت واحد من رجالة ابوك وقال له الواشم اللي على ايدك ده اكبر دليل يثبت ان احنا اخيرا وصلنا انت بس اللي تقدر تفتح عين البحر على المدينة بس تشينج بيرفض وبيطلع تاني للجزيرة اللي بتكون تهاجبت من سفينة القرسنة وقتله جدي سوه ووقتها الطبيب قال له القرية كلها عرفت انك كرصان ومش هيرضو بوجودك تاني وفعلا سو كانت فكرا ان هو نصب عليها علشان تدخله الجزيرة وقالت له يمشي واهل القرية كلهم تردوه كانت جزء من درع ابوه ملك القرسنة ولما سألو تشينج هو ازاي مات قال له انا وكل اللي على السفينة قتلناه لانه خان قانون القرسنة كتير مننا مات علشان نلاقي المدينة ولما اخيرا وصلنا رفض يقولنا ازاي انه دخلها بحجة انهو بيحافظ على سلامة العالم ولازم يدمر المدينة بس ده كذب هو كان عايز يخلي قوة المدينة لنفسه هو وبس وبعد كلام كتير جدا في الاخر بيكرر تشينج انه يفتح عين البحر اللي هتوصلهم للمدينة وفي نفس الوقت بتعمل سو عزل جدها وبعدها بتروح لعيلة هاي لونج اللي كان تشينج عايش معاهم والمفاجئ ان لونج اللي اكله الوحش ادروا انه يعيش وينجم من الوحش وكان معاهم ووقتها سحاكت له اللي حصل وقالت له ان ابن تشينج هو الوحيد اللي يقدر يفتح المدينة وطلبت منه ييجي معاها علشان يرجعوا تشينج وفي نفس الوقت تخلص من الضباب اللي بيحوط الجزيرة بيوصل تشينج مع القراصنة لمدخل المدينة وبعدها تشينج بيستغنم قوته علشان يفتح عين البحر بس وقتها بتوصل عيلة هاي لونج كلها وحوطت سفنة القراصنة علشان تنقذ تشينج والاول بيبقى متضايق منهم علشان دايما كانوا بيبعدوه ومرضاش انه يروح معاهم بس لما شاف ابوه لونج جير يحضنه وقال له ازاي دا انا شفت الوحش بعيني هو بيأكلك فقال له لونج ان الوحش كان بيساعده علشان يطلعه من البحر وهو ما كانش عايز يأذيه ولما كانوا خلاص هيمشو بيضرب سادة النار على لونج وبيخلص عليه وبيفضل يضحك وقال له شوف القدر يا اخي بنفس المسدس قتلت ابوك ملك القراصنة وابوك كمان لرباك وبعدها سابه ونزل المياه علشان يدخل للمدينة وباقي القراصنة دخله في حرب معايلة هاي لونج وهو نزل علشان يوقف الطبيب سادة ولما نزل المدينة كان سادة واقف في مكان مليان دهب سايح بيطلع على جسمه وقال له سادة هي دي الطريقة اللي ابوه اخد بيها القوة وفعلا سادة بدأت تظهر عليه قوة كبيرة جدا لدرجة ان هو قدر انه يجمد البحر ووقتها قطعة الدهب اللي كانت مع تشينج ساحت على ايده وحولت دراعه للون الاصفر فالطراع يجري وقصر مصدر القوة بايده ووقتها الدهب اللي كان على سادة اختفى تماما ومعاه اختفى قوته وبعدها المدينة اتضمرت بالكامل ونزلت على سادة خلاصت عليه وبكده الضباب اللي محوط الجزيرة هو كمان بيختفي وفي النهاية بيقدر تشينج يطلع من الجزيرة على اخر اللحظة والمرة دي كل عيلة هايلونج بترحب به كفرد من العيلة بتاعتهم وبس كده لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وتفعل الجرس علشان تشوف الفيديوهات اللي جاية السلام